من بارح لأول مرة الليرة التركية بجنيه الليرة بجنيه اللي هي كانت ايه من سنتين بخمسة جنيه ونص ومن قبلهم بسبعة جنيه الان الليرة بجنيه الليرة التركية بجنيه مصري وما زال اردوغان مصرا على تخفيض الفائدة طبعا الناس اللي بس عشان تفهم انه ارضه وتخفيض فائدة هم نتكلم على 14-15% يعني ما زالت هو بينزلها من ارقام عالية جدا ولكن هو شايف ان الاقتصاد حيتحسن جدا بهذا الامر مسألة يعني وانا مش هقادة اوي في الاقتصاد الناس كتير يقولك ايه يقولك اه ده كده بقى ايه اه في حد النهاردة بيقول ايه بيقول على فكرة انا خايف على مصر لانه كده الليرة ديت فالصادرات تزيد طب هو مين قالك انه هم بيصدروا بنفس السعر ده هو مشكلته زينا انه اغلب المواد الخام بيجيبها من برا فبيجيبها غالية ويعيد انتاجها ويصدرها فهو حيصدر بنفس السعر تبقى فاهم غلط حيصدر خسران تبقى فاهم غلط ما هو عنده نسبة تضخم تصل الى خمسة وعشرين في المية خمسة وعشرين في المية بنتكلم على بلد اللي عيش زاد فيها ثلاث مرات في شهر فالناس كلها اللي شايفة النظرية انه لما العملة تنزل السياحة تزدهر ما ازدهرتش ما هو ما هو الراجل بتاع المطعم اللي كان بيبيع في تكسيم سندويتش الشاورمة بإكس هتيجي تقول لي يا عمر طب ما انا بقى ايه بالعملة بتاعت انا جايب بالدولار اهو اجيب بقى لا هو مش مخليها رخيصة زي ما سندويتش الطعمية غيلي عندك هو مش مخليها رخيصة ما هي بتزيد انت المدخل بتاع الطعمية ايه زيت الزيت زاد الشاورمة المدخل بتاع ايه زاد هو الراجل زود فقوها تفتكر انه وانت رايح تركيا الاسعار بتلادها سياغ لا ما هي المطاعم بترفع الاسعار علشان لانه هو ما بيجي يشتري لحمة اشتراها غالية لانه كل المنتجات اللي هو بيجي من برا غاليت اما بيجي يشتري لانه المجتمع كله غالي فالنهاردة ما بيجيش تقولي ايه اصلا دا في مصلحة التصدير ومصلحة السيحة ابدا هي الاسعار زادت في تركيا